الكتابة والكلمة هي أساس الفن الجيد لأنه هي اللي بتعبر عن الفكرة اللي بيعرضها هذا الفن ودائماً بنسمع كلمات زي أنه الفن مرآة المجتمع وهو اللي بيعبر عن حال المجتمع وبس في نفس الوقت لازم نأكد أنه حتى لو بيعبر مش معناه أنه بيدي حلول ولأنه هو الستر المدرسة اللي بيقول لن نعمل إيه وما نعملش إيه ممكن الفن بفكرته وبكتابته المختلفة يبقى بيعرض لنا واقع وبيخلينا وبيدعونا أن إحنا نفكر ونتساءل علشان إحنا نعرف نطلع حلول بعد كده خلونا نتكلم عن مستقبل الفن ونشوف الفن اليومين دول عامل إزاي وبنتوقع له يروح فين مع الانتخابات مع الثورة المكملة مع كل التفاصيل اللي إحنا بنعيشها بيشرفنا يكون معنا الكاتب الأستاذ عاطف بالشيء نهارك سعيد يا فن طبعاً خليف هم من نورنا النهار ده في نهارك سعيد أستاذ عاطف يمكن فيه تخوف كبير جداً من الفن زي ما كان فيه حالة من السعادة في أنه خلاص سقف الحرية اتفتح وبقى أعلى بكتير ونقدر نناقش أي موضوع لكن كمان عن ناحية تانية فيه تخوف من أنه فيه طيارات كتير جداً متشددة شايفين أنه الفن ده حرام وأنه الفن ده ملوش لازمة زي ما شايفين أن السياحة دي مش مهمة يعني حاجات كتير قوي بالنسبة لهم مش مهمة حالاتك شايف ده ككاتب إزاي وده هيتم معالجته إزاي ولا ده مش هيأثر علينا وإحنا مديني الموضوع أكبر من حالهم لا هي طبعاً مسألة مخيفة جداً لسبب ملوش علاقة بمسألة مفهومهم عن الفن زي مفهومهم عن السياحة وهكذا يعني إنما لها علاقة برد الفعل للأسف إنه مثلاً أما أنت تقولي إيه إحنا هنعمل سينما نظيفة علشان أنتو يرديكم يا جماعة العري يرديكم يعني الابتزال طبعاً إحنا لا يردينا الابتزال والفن ليس ابتزالاً هذا المنطلق هو المخيف لأنهم هما ما بيقولوش إحنا ضد الفن هما بيقولوا إحنا ضد الفن الغير موجه بمعناه الأخلاق طبعاً دي نقطة في ملتها الخطورة لازم يعني نبقى وعين ليها وننبه ليها وأنا شخصياً عمالي نبه ليها كل شوية يعني لأنه في خلط عند حتى أبناء المهنة حوالين مسألة دي الفن لا علاقة له بالدين لازم الناس تفهم ده كويس أوي الفن خطابه جمالي بينما الدين خطابه أخلاقي وحينما يتداخل الخطاب الأخلاقي مع الخطاب الفني يصبح هناك لا فن دي نقطة محدش فهي يعني إيه الناس بتتجاوزها للأسف لأن الناس بتنزلق معهم في فكرة آه تم احنا مع الأخلاق الحميدة والفضائل الفن ملوش دعوة لا بالفضائل ولا بالأخلاق الحميدة ولا بحاجة من دي خالص لأنه وإلي حرقي بقى كل أعمال شكسبير وإبسن ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وكل اللي فيها أخيار وأشرار وفيها كثيرا ما ينتصر الشر ولا يعاقب لأن الفن زي ما قلت لك خطابه جمالي وليس أخلاق والذين يحكمون على الفن هم النقاد اللي بيرقوا تدوء عليه وهكذا من المنظور ده لازم نفهم أنه مش الطيرات السلفية فقط ولا الإخوان فقط هم الذين يفتعلون هذا الخلط هناك أيضا مثلا كنيسة المصرية ما هي منعت أو كانت عايزة تمنع بحب السيمة لأسباب إيه؟ أخلاقية يتصورون أن الدين له علاقة بالفن والواقع والواقع له علاقة أيضا بالفن الفن تكسيد للواقع وليس نقلا له هي دي الكارسة اللي الناس مش فاهمينها والأخلاق زي دلوقتي مرضة إيه؟ الإخوان تحديدا علشان يزنقوا الفنانين والمثقفين قالوا جملة عجيبة جدا قال حلالة هو حلال وحرامة هو حرام يعني إيه بقى حلال وحلال وحرام وحرام يعني أن الحلال في الواقع لابد أن يكون حلالا في الفن والحرام في الواقع لابد أن يكون حراما في الواقع نحن مع عدم الابتزال لكن نحن أيضا مع العري الموظف نحن مع التماثيل العارية الجميلة ولسنا ضدها فلازم المثقفين ما يتخدوش من هذه المقولة الخطئة جدا اللي هي أن جملة الأخلاق والفضائل والتاع لا علاقة بالفن لا أملهاش علاقة بالفن ولازم نقولها صراحة الفن ليس مسؤولا عن الأخلاق وده يا خليني برضو في نفس التفصيلة دي يا أستاذ عاطف طب ما هو إحنا شعب بالفطرة ملتزم يعني شعب ملتزم ومتدين وإن كان ده يعني برضو مساحة واسعة من الاختلاف بس في نفس الوقت بالحوار ده وإحنا عندنا أصلا بقالنا كام سنة من التكلم على السينما النظيفة والسينما اللي ما فيهاش مشاهد ساخنة وما شابه مع الوقت معنا كده أن إحنا ممكن ما نشوفش واحدة مش لكس حجاب ممكن ما نسمع الصوتها بقى لو ما دعوة تطوره نبقى بنشوف ماين ما عرفش طبعا ده يعني اختب راديكالي اللي أنا بقوله جدا بس فيه تخوف من أنه إحنا عايزين السينما النظيفة وأنها تبقى أخلاقية وحلال وحلال وحرام وحرام فبالتالي كل ما هو يطلع بيه تصريح أنه حرام مش هطلع أه أه مهدي الكارسة وعلشان كده في العصور اللي فيها سيطرة للشكل الديني والأسف إحنا عندنا التدين في معظمه تدين شكلي ماهش تدين عميق في الجوهر فبالتالي الشكليات دي طفت بحيث أن بقى كل ما له علاقة بالتدين الشكلي مطلوب في الفن وهو كلام فارغ يعني طيب أستاذ عاطف الدنيا عاملة زي دلوقتي بقى يعني بصرف النظر عن ما يحدث في الواقع نتكلم عن الفن تحديدا الدنيا عاملة زي يعني هل فعلا فيه أي تغييرات فيه أي ملاحظات فيه شغل ما فيه شغل الناس بزادة تحضر للرمضان يعني إيه الشكل العامل اللي حصل دلوقتي هو مفترض طبعا أن إحنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت إحنا كنا متفقلين جدا أن سقف الحرية هيعلو جدا وأنا شخصيا كنت بحضر لعمل كنت قلقان جدا طول الوقت لأنه كان مكتوب قبل الثورة وكنت بفكر فيه قبل الثورة أنه هناك زباط أمن دولة ضالعين في العمل الفني ده وارتكبوا أشياء بشعة جدا مانش قادر يعني مكتش عارف هتصرف إزاي فقلت أخبروا عنهم بشكل غير مباشر بحيث أنه يبان ويعدي على الرقيب اللي مش واخد باله يعني أولي أنا ممكن أتحك عليه يعني فتصورت أن بعد الثورة خلاص مش محتاج أعمل مسألة اختلفت يعني في وجود بقى الرقيب الديني بقت المسألة كارثة بقى أصعب طبعا لأن أنا بالعكس يعني أنا أقدر أتحايل على الأفكار السياسية واشتغل عليها بشكل غير مباشر لكن تب والمحرمات اللي بتفكرك بأن احنا كنا زمان بنشتغل في الدراما تبعا حكاة موت متضحك يعني بس ده كان قطاع خاص أنه كان فيه شركات معينة بتدينا لستة من الممنوعات ممنوعات بقى من نوع ممنوع تماثيل في الدكور ممنوع الأم تقبل ابنها عشان هي مش أمه بجد آه ايوة ولازم يبقى فيه رجل في الـ في قوت النوم بس أفتكر أنه فيه فنانят يعني هم محجبات في حياتهم العادية وفي التمثيل بنشوفهم بيعملوا حاجات كتير جدا واخدوا فتاوي بيقال انه أخدوا فتاوي إنه الشعر لما بيبقى بروقة مش حرام مثلا مهو ده نعم الازدواجية ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه والوزيف ما هو ده احنا ما بنعنيش منه يا أستاذ عطف أصلاً لسه من مبارح ولا من الانتخابات إحنا بنعني منه من فترات فإحنا متهيل إحنا وغدين على التعامل مع أي حالة من الحالات دي مدربين على الحالات دي أعتقد إن إحنا مدربين على الحالات دي ولا لأ دعيني أقول لك قناعتي الشخصية الشارع المصري شارع سلفي شارع سلفي بما فيه يعني فيه إخوان المسلمين وأيضاً فيه إخوان مسيحيين يعني وهناك شارع سلفي يقتات على التدين الشكلي بقاله فترة وزي ما أنت بتقولي هذا الشعب اللي في يوم من الأيام كان يعتبر أن الميني جيب والميكرو جيب أشياء طبيعية جداً هو نفس الشارع الذي النهاردة يعني مقتنع تماماً أن النقاب وتغطية الوجه وكل ده هو نفس هو نفس هذا الشعب أنا بعتقد أنه كما تفسير هذا يعني أنا بسألكم لا ما عندناش تفسير غير إن إحنا بعتقد التجربة العملية هي اللي هتخلينا نكتشف كل التفسيرات وهنشوف بس كمان موضوع مختلف يا رانيا أنه الأول كان الثقافة الشعبية بس دلوقتي بقى الثقافة الشعبية والثقافة التشريعية في الموضوع يا بابا شو مختلف بس أصلي بمختلف شعب أصبح الشعب المصري يحكم ثقافة الحلال والحرام هناك مزاج عام سلفي النزعة ما نقراش لينك في ده أبداً يعني مسألة أنك أنت كل الاتهامات تبقى موجهة للطيارات الإسلامية والطيارات السلفية أنا شايف أن المسألة محتاجة إعادة مناقشة لأن الشعب المصري نفسه هذا الشعب الوسطي بدأ يفقد وسطيته طب أستاذ عاطف خلينا نروح لنقطة تانية وبعتقد أن الرقابة أنتوا هبعندوكوا صراع طويل مع الرقابة في الفترة اللي جاية ودي معركتكم معركة الفن اللي جاية هتبقى مع الرقابة لو عايزين تقدموا أعمال يعني بتحاكي العقل